إذن الحساب الرسمي لكأس العالم للسيدات فيفا نشر صورة للمنتخب المغربي وقال غيرنا اللعبة وصنعنا التالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو لكن نتمنى ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وكما عودناكم دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدات ففي هذا الفيديو سنرى واحد المؤامرة فرنسية ضد لبؤة الأطلس وكذلك سنرى كيف فاشل الفيفا تستدخل فابقوا معي الأخوان موضوع مهم جدا لايكوا البرتاج لهذا الفيديو كذلك الاشتراك ولا تنسوا كذلك كتابة التعليق وريدة عقلي بالرأي المغربية استمر واصلة كل حاجة شتوهنتم إيجابية تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله إخواني أخوتي أكيد أن هذه الأجواء بحالي بحالكم هذا الانتصار كيف فكرنا بذكرية ديال منذ القطر هذه 8 شهور اللي بقت اليوم عودوا لنا وفكرنا بالفرحة اللي فرحناها في مونديال قطر هذه الرأي المغربية اللي فوق فالمنتخب المغربي النسوي ما كانوش عنده حضود قاع باش غدي تأهل فتخيلوا معي الإخوان فتخيلوا معي أن دولة بحال فيتنام اللي بعيدة وفيت المغرب باكستان اللي فيتها المغرب أوكرانيا اللي فيها قاع الحرب وفيتها المغرب وحتى ألمانيا ألمانيا راها في المرتبة الثانية لكن المغرب المغرب الإخوان بعيد كل البعد على هذا شيء ولكن المستحيل ليس مغربيا أول مباراة كان عند اللبوآت دي الأطلس راحتان كان ماتش صعيب عليهم صعيب عليهم خصوصا مع الألمان ونهزمه بصفر مقابل ستة صافي هنا قلنا الإخوان صافي المهم هي المشاركة ولكن كاينة العازمة المباراة الثانية فاز المنتخب المغربي وبدأت النوقات كتطلع البارح تلتا غوشت غدي تكون المعجزة فاللبوآت غدي هزمه كولومبيا هاد المنتخب الكولومبي اللي فيه لاعبات مجاهدين ولكن كما قلنا المستحيل ماشي مع المغرب أما ألمانيا إخواني أخواتي تعدلات واللبوآت تأهلوا ودخلوا التاريخ ألمانيا نفس القصة كالتعاود دي القطر نفس القصة دي القطر للرجال المغرب دا المعجزة في قطر والبارح دا المعجزة في استراليا وتأهلنا هنا إخواني أخواتي كل فرحان الصحف العالمية كما تتكلم على هاد الانتصار المغريبي على هاد التأهل المغريبي إلا الصحف الفرنسية الصحف الفرنسية اللي بغيت تحبط المنتخب المغريبي فقد تخرج إخواني أخواتي واحد الصحفة اللي نفسها صحفة اللي هاجماتي نهيلا بن زينة واخا أن هاد السيدة ما عندهم معهم حتش علاقة ما لعبت في بلادهم ما حتش حاجة هاد القناة دي القيب الفرنسية خرجوا بدو كي تتكلموا في هاد القناة أو فات الصحفة اللي كيب الفرنسية كيتكلموا على التأهل دي المنتخب ديالهم وقالوا راه ممكن يطيح معا كولومبيا ويطيح معا ألمانيا هنا إخواني أخواتي قصاو المغريبي ما حسبوش على المنتخب المغريبي كأنه ما كينش مذكروش نهائيا المغريب حقروه على أساس ما غديش يتأهل هادا هو الغرو الفرنسي لكن خرج المدرب المغريبي يقل لهم باللي كين دعم مباشر من صاحب الجلالة أعلى سلطة في البلاد فقاش نهازمه أمام ألمانيا يعني بصفر مقابل ستاعة تخيلوا الإخوان أن أعلى سلطة في البلاد تخرج وتشجعك وتقول لك ما زال الخير القدام خسرتوا ماشي مشكيل فكروا في المباراة اللي جاية دعم ملكي كيقول لهم باللينا المغربرة شعب التحدي ومن اللي كنطيحه كيخصنا النضو نقف على جلينا اليوم اللي بقات غضي يطيحوا مع المنتخب الفرنسي هاد المنتخب الفرنسي قال لك هما اللي غادي يدوها وهما اللي غادي يدوها كأس العالم أما المنتخب النشوي المغريبي كما قل مدريب المغريبي نحن يا بغي ندوز غير المجموعات أو دور المجموعات دباء اللبؤات دي الأطلس وصلوا الهدف ديالهم وحققوه فاليوم خاصهم يحيدوا قاعد ضغط اللي عندهم يفكروا في المقابلة الجاية اللي مع المنتخب الفرنسي لأن المباراة اللي جاية يعني المنتخب النشوي المغريبي مع المنتخب النشوي الفرنسي هي مسألة مهمة بالنسبة للمغربة كما كيقولوا لها هي طأر كوراوي وكنت منها وإخواني أخواتي أن نوهايلا بنزينة هي اللي تشجل في المرمى الفرنسي باش يعرفوا البنت اللي حقروها علاش لأنها لبسة الحجاب لبسة الفولار بسبب ارتدائها الحجاب هذا مكان يعني مدل حتى شي حاجة ما عندها معهم حتى شي علاقة ولكن بسبب ارتدائها الحجاب وهما كيكرهوا الإسلام وكيكرهوا الحجاب نضو هجمها وبنات المغرب قادرات ينجحوا في أي مجال فالمرأة المغربية تبارك الله عليها في المحطة تقضي الغارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهذا الفوز هذا أكيد كان كان هديه لصاحب الجلال المالك محمد السادس الله ينصره ويحفظه لنا يا ربي وخليه تاج فقراصنا والأسرة العلوية فغد يخرج رئيس الفيفا إنفانتينو غد يخرج فرحان وناشط بالتأهل اللبؤات وكيكتب تدوينات هنا غد يخرج وغد يردع لهم وأشادع بينوهايلا بنزينة وهنها بشكل شخصي وكيسلم عليها بحرارة وقدموا إحدى الرسالة للعالم المشاركة ديال اللعبة المغربية نوهايلا بنزينة كتعبر على التسامح كتعبر على الشمولية واللي كتشاهدها كرة القدم باعتبارها أول لعبة في العالم اللي مرتدي الحجاب خرج بتغريدة على الحساب ديالو كيهن وكيشكرها هو فرحان وناشط بهذا التأهل و الأكثر من ذلك إخواني أخواتي اليوم إحنا ضد المنتخب الفرنسي يعني كنا مقابلة بالمنتخب المغربي النسوي والمنتخب الفرنسي النسوي فاللعبة المنتخب الفرنسي جاي ونوي يديها يعني بغي يديوها محندهم شي شك أن شي متخب آخر غدي يجي يديها خصوصا من انتأهل دائبا اليوم المغرب وغدي معهم المغرب هذا المنتخب النسوي تحفيز كبير كيف يشجعوهم فلمتش النخر ديالهم فازوا ب واحد نتيجة يعني كبيرة بستها هنا اليوم خاصنا نبينوا الفرنسا فرنسا تدرغوا لي اللي كتحقر الدول اننا مبقيناش مستعمرة تبع لها او تبع لهم واننا ما كان خافوش مننا واننا قادرين انفهموا المنتخب الفرنسي وقادرين اننا نغلبوه علش الله لان المستحيل ليس مغربيا كذلك المدرب المغربي قال باللي لابو أطل أطلس هما عارفين مزيان وحفظين مزيان المنتخب الفرنسي فلهذا خاصنا نتغلبوا على العقدة الفرنسية وخدع ايجي امانويل ماكرون ويتفرج فما يهمناش الامر المهم نديروه هدف واحد هو الفوز وان شاء الله بإذن الله غادي يكون الفوز ويكون النصر مهم اخواني اخواتي غادي نشوفون 8 غوش يعني ما بقى لوالو وان شاء الله بإذن الله غادي يكون الفوز وغادي يكون وعد الانتصار تاريخي كذلك محتل هنا كنكون وصلنا النهاية لهذا الفيديو كنتمنى منكم الدعم اللايك والبرتاج لهذا الفيديو كذلك التعليق الإيجابية باش ندعموه المحتوى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة